موسم الحصاد وإن كان مر يكتفي عبدالقادر حيدر المزارع الستيني بالاستمرار في ممارسة نشاطه الزراعي معتمدا على الوسائل التقليدية فالحياة في القرية المعلقة في أعالي جبال محافظة ريمة اليمنية تعاني ظروفا معيشية صعبة لكنها تتمسك في حقها بالحياة بأكثر من صورة بمساعدة أبنائه وشقيقه في مديرية الجعفرية يمضون جميعهم أوقات في المزارع يبذل الجميع جهودا مضاعفة لتبقى شجرة البن وتستمر الحياة تعد الزراعة المنظومة الرئيسية لأغلب السكان والمصدر الوحيد للدخل في منطقة تضاريسها معقدة وشديدة الوعورة لكنها غائبة تماما عن خارطة الخدمات الحكومية عندنا العرض قابلة لزراعات البن ولكن نزرع البن كل سنة وتهلك علينا البن كل سنة وسبب قل الأمطاء وما فيش دعم من أي منظماء أو دولاء في هذه المدرجات الزراعية يتمسك المواطنون في الحفاظ على زراعة البن الذي يعد أحد أهم المحاصيل الزراعية هنا غير أن هذا الأمر بات شديد الصعوبة جراء موجة الجفاف التي تضرب المنطقة وافتقارها للسدود المائية وعدم توفر منظومة الرأي الحديثة خلال السنوات الماضية ظل حيدر يقاوم كل الآفات الزراعية التي تهدد محصول البن غير أن خسارته للعشرات من الأشجار جعلته حائرا أمام فرص الاستمرار في زراعته ليطلق مناشداته لكل الجهات الرسمية والمانحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والأخذ بيد المزارعين للاستمرار في زراعة البن الذي يعد رافدا مهما للاقتصاد الوطني بالنسبة لشجرة البن في سامد المزارع يعتمد اعتمادا كليا على مياه الأنطاع ثانيا أثناء فترة الجفاف تحتاج الشجرة إلى سق لذلك المزارع يفتقد الماء لا حواجز مائية للسقي لا يشهد نقص حاد في المياه الشرب ما بالك بمياه السقي المزروعة هي الصورة وحدها هنا القادرة على توصيف حالات عديدة للمعاناة التي تحيط بشجرة البن وإصابتها بالعديد من الآفات الزراعية التي تهدد بقاءها بجودة عالية متطلبات بسيطة يحتاجها المزارعون وهي توفير المياه ومنظومة الرأي ومعالجة الآفات الزراعية كي يستمر آلاف المزارعين في زراعة محصول كان وما يزال عنوان اليمن السعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر